مرحبا بحضرتكم من جديد وفي الحقيقة بنستعد النسخة استثنائية من مهرجان الدراما في دورته التانية اللي بيقام في مدينة العالمين وضبن فعاليات مهرجان العالمين تحت رعاية المتحدة لخدمات العالمية وبرئاسة الفنان القدير يحيى الفخرون في الحقيقة أنه فعاليات مهرجان العالمين خلال أيام الأخيرة عملت حالة كده من الزخم الثقافي والفني خاصة طبعا مع انطلاق مهرجان القاهرة للدراما واللي هتكلمنا عنه بكل تفصيل النقيدة دعاء حلمي اللي منورنا صباح الخير عليك دعاء صباح الخير يا نبيك نور الدنيا في البداية زي نتكلم عن الفعاليات الفنية بشكل عام في مهرجان العالمين الفعاليات بص الواحد في حالة بهجة وحالة كده فخر أنه أخيرا بقى عندنا زي ما كنا بنشوف مهرجانات كتير في دول الخليج ودول محيطة بينا أنه بيبقى فيه مهرجان تسوق بيبقى فيه مهرجان مستمر لمدة شهر ولا شهرين فالحقيقة أن الحدث دوت أنا شايف أنه هو حدث بيبالور فكرة القوى النعمة فكرة أن أنت موطن وبداية وجزور الحكاية عندنا احنا فالحكاية ما تبقى مفرودة بالطريقة دي كم الفنانين اللي شاركوا كم البروفيشنال اللي طلعت بيها الحفلات دي تسليت الضوء على منطقة زي دي مش مجرد منطقة بتطلع البحر وخلاص يعني هي مش الجونة مش الغردقة مش اسكندرية الموضوع لأ ليه أبعاد تانية خالص يمكن ما تحطش عليها سبوت بس أنا نفسي الفترة الجاية تحط عليها سبوت فكرة أهمية الأرض دي الأرض دي ديها هستري عظيم ففكرة الشهداء الموجودين أو الضحايا الموجودين المقابر بتاعتهم اللي فيها لا يقل عن 30 ألف جندي من مختلف الجنسيات الأحداث التاريخية اللي مرت على الأرض دي فالهستري مع كمان فكرة المناخ وفكرة الحتة البقعة دي اللي مش موجود زيها في كل بقاع الأرض ده مش مبلغة ولا احنا بنقول لا ده مالديف مصر لا هي حاجة مختلفة فالحدث ان انت تبقى عامل عليه الضوء كشاف النور ضارب في المنطقة دي لمدة تقريبا شهرين ده حاجة تستدعي التوقف كتير احنا بنكلم ان دي النسخة التانية من يعني مهرجان الدراما احنا النهاردة نقدر نقول ايه المختلف عن النسخة الأولى ايه اللي هيكون مختلف عن النسخة الأولى النسخة الأولى طبعا كانت هنا في القاهرة والحقيقة ان كان فيها برضو زخم وتأدير لان دايما معروف ان المهرجانات بتبقى معمولة للسانمة طول الوقت بيبقى بس كان عندنا زمان مثلا بيحصل ان ده كان بيحصل في لالة التلفزيون او كان بيحصل ان كان عندنا فيه مهرجان للدراما بس باشكال مختلفة لكن المرة دي اما تقولي مهرجان للدراما لتكريم المتميزين على مدار سنة فالحقيقة ده برضو شئ جيد جدا انه بيحط الناس على تراك المنافسة ولو تلاحظي ان المسلسلات السنة دي وكأن ان هي طبعا ممكن تكون مش مقصودة ان الكواليتي كانت اعلى بكتير الفرايتي كانت اعلى بكتير حالة المنافسة اعلى بكتير حالة التحدي اعلى بكتير من قصة لصورة دهائي لممثلين حتى كنا لسه بنكلف المقدمة ان حتى الادوار التانية شايفين اداء من ممثلين رهيب يعني يمكن ما شفناهوش قبل كده بصراحة كان مجهود كبير قوي حتى من المخرجين اللي هما يطلعوا اداء متميز جدا من كل كرو العمل وكأن الناس بتقول انا عايز اما موجود السنة دي في مهرجان الدراما حتى لو ما تقلتش صراحة بس حالة المنافسة تخلق ده زي اي مهرجان سينماعي امتي لأفلام كتير قوي بيبقى نفسه يشارك في اي مهرجان نفسه ياخد تكريم نفسه ياخد جايزة نفسه ياخد شهاد التأدير الحاجات دي هيلة وعظيمة للفنان ولو الجمهور كمان ان انا كنت متابع المسلسل ده فقط انا شاورت عليه وانا كناقض برضو اقول نفس الحكاية ان المسلسل ده يستاهل او ده ما يستحقش فحالة القرار بمهرجان الدراما ده شيء عظيم والسنة دي كمان عشان فكرة وجوده في العالمين فالمواكبة الحدثين مع بعض ده شيء هيل يعني طيب وحنا بنتكلم برضو لسه بنتكلم عن العالمين وجود هذا المهرجان فيها وجود هذا الكام الكبير من الفنانين الكبار والعظماء اللي لهم مكانة كبيرة جدا في قلوبنا كمصرين او حتى في الوطن العربي كله اعتقد ده ليه دور كبير جدا والنعكاس كبير جدا على الترويج للسياحة في مصر صحية انت في اي دولة في العالم لازم بتحط اول خط الدفاع الاول عندها نجومها هوليوت بقت هوليوت او امريكا بقت امريكا بالحلم الامريكي بالسينما الامريكية فحطت الجندي بتاعها الامريكي على هنا على خط الدفاع والفنان بتاعها او السينما او اللي بتقدمه هي دي اللي عملت الترويج والتسويق للحلم الامريكي كله الامريكا بقت امريكا بالسينما ومحدش يقدرين كده بجانب طبعا قواها المختلفة بس هي كمان استخدمت ده كسلاح وكخط دفاع وكجيش فتعاملت مع الفن وباعتباره قوة اساسية فالحقيقة ان مصر هي قوريدي كان بتعتبر ده من بداية السينما وهي كانت معتبرة ده حقيقي فبالتالي استغلالك للمنطقة دي لمنطقة الفن ان هو يبقى الوجهة بتاعتك وان انت بتتباهى بيهم لان برضو لهم عمق تاريخي زي العالمين بالزبط ما احنا شولاد مبارح ولا احنا بتعطي رندات ان فنان طلع متقطق ولا بلوجر ولا العمق التاريخي ده هو اللي بيديك الفرايتي المختلفة هو اللي بيديك الاجيال المختلفة دي فالاجيال الممتدة اللي بتسلم بعض زي الفنان مثلا ياحل فخراني يبقى رئيس مهرجان الدراما وشوفه وراه كام جيل تلفزيون يشتغل معاه او يتمنى يشتغل معاه تعلم منه بالزبط فهو ده اللي بيديك التقل اللي احنا بتتكلم فيه فكرة طول ما انت عندك جدور ما تقلقش نهائي لان الجدور صلبة فبالتالي تقدر تشيل الخوف انه ما يبقاش فيه جدور ويبقى بس الشكل الشجرة حلو بس هي فرشور معرضة للسقوط يعني يعني فكرة انه ممثل قدير زي يحيى الفخراني رئيس للمهرجان مهمة جدا جدا لسبب انه زي ما حضرتك قلت هو علامة من علامات الفن المصري سواء على المسرح على التلفزيون الدراما السينما اي ان كان مفيش دور هو لعبه ما ابدعش فيه اهمية اختيار رئيس للمهرجان بقيمة وقامة يحيى الفخراني لانه بيمثل الدراما احنا يحيى الفخراني نعرفه اكتر دراما يعني مثلا فدن الزعيم عاد الامام دماغك على طول هتروح سانما هتفتكر له افلامه علاماته والمؤثرة بس ادوار يحيى الفخراني في السينما تقدريش تنسيها برده علامات بس في الاخر هو رب البيت التفزيوني التقليدي اللي بنستناله كل سنة مسلسله فهو اكثر حد مميز في المنطقة دي حتى الفنان نوريشيري هتحس ان هو رايح لك سينما شوية كذلك محمود عبدالعزي لكن يا حفخراني ابن البيت المصري فبكل اطيافه بكل مسلسلاته شفنا منه هو شاب فبالتالي انت متابع وكأنه كان ابو البيت دوت او كان اخوكي او كان على حسب الفئة العمرية اللي انت منتمية لها ففكرة ان هو يوافق اصلا على منصب زي ده لانه منصب شرفي وممثل للحكاية فده تقدير موقف منه وتقدير لنا احنا لدور الرجل ده ان احنا كلنا متربين على ايده وخد يبالك هو دايما ادواره تحس انها مثال للرجل الايجابي حتى لو بيعمل ونوس حتى لو بيعمل الشطان بس لك ما تعمليش زي ده فهو طول الوقت ادواره تحس انها هو بيقدي رسالة مش مجرد ممثل جيد يعني عظيم طيب دايما رأيي النقاط مهم جدا انا مؤمن بدا جدا لكن دايما نظرتكم مختلفة عن نظرتنا كجمهور تقييمكم دايما ليه حتة كده غير الحتة بتاعتنا هل من الممكن ان يتفق تقييم النقاط مع الجمهور ورأيك في اشراك الجمهور في التصويت على افضل مسلسل وافضل فنان وفنانة سواء دور اول ودور تاني وافضل واجه صعد وخلافه بص انت سؤالك الحقيقة هو مميز جدا لدرجة انه هو متشعر في اكتر من الحتة بس اهلم لك الحكاية ان النقاط صحيح بيبص على ناصر فنية بس انا عن نفسي لازم بسمع صوت الجمهور انا بحب اخش السينما عشان اسمع ده بحب اشوف تعليقات الناس على الفيسبوك لانات تعليقات غالبتها بتبقى تلقائية وتضعية فبعرف اصنف نوع التعليق فبالتالي الجمهور لأ صوته مهم جدا لكن لو الجمهور شاور يبقى فيه حاجة هنا بتتقال فيه كلمة صدقة يعني حتى اغاني مروان موسى وبابلو ووجز احيانا النقاط دي يقولك لا دي اغاني تفحى لا جمهور شاور فالناس دي عارفة تخاطب الجمهور الناس دي بتعبر عن هم معين يمس الجمهور فبالتالي لازم احترم ده كذلك هنا في الجائزة بتاعتنا لو صوت الجمهور ليه قيمة اه بس كان نفسي يبقى هنا صوت الجمهور يبقى عشان يبقى كمان مفهوش فكرة الترويج او ان انا بقى لما سحابي او بعمل سبونسور لان تخد بالك ممكن ان انا احط الموضوع لشركة تسوألي الموضوع ويبقى فيه جزء تاني لانه قادر الناس البروفيشنال بس داني الموضوع ما بيختلفش كتير يعني لو بمصدقية حقيقية وانا ازعم ان هو فعلا فيه مصدقية حقيقية هتلاقي الاثنين منطبقين مع بعض خليني اسألك بقى سؤال سريعا جدا اهمية المهرجانات عمتا بشكل عام هل هي بتدعم خليني اقول المنافسة ما بين المسلسلات وبعضها هل هي بتدعم الصناعات يعني خليني اتكلم عن اهمية المهرجانات بشكل عام وحرص خليني اقول الممثل لما بعرف او المخرج او المؤلف او الكاتب ايا كان لما بعرف ان فيه مهرجان هيتقيم فيه العمل مش بس من خلال الشاشة لا كمان الجمهور هيشاركوا والنقاد هيشاركوا واكتر من حد حرصهم على انه لا انا لازم انجح العمل ده انا لازم اخاطب اكبر شريحة ممكنة في المجتمع المصري اي مهرجان في الدنيا محتاج مصدقية فالمصدقية دي بتيجي تراكمية مع الوقت وبالذات لما تكون الدولة هي رعية للحدث فبالتالي انت دخلة بالكريدابلتي مضمونة الحاجة التانية اي مهرجان في العالم بيبقى ان هو يخلق المنافسة يخلق التشجيع يخلق الدعم وده المفروض ان هو يتم بشكل اكبر ان شاء الله الفترة الجاية دي فكرة الدعم لكن كمان لازم بقى لها جذب سياح وده اللي حصل المرة دي في مهرجان الدرام مفيش مهرجان سريمة في العالم غير تلاقي مهرجان كان مهرجان بني سياح لازم هتلاقي انه بيروج للسياح هنا لقاطنا الخيط من ده واتعمل مهرجان الجونة فبالتالي انت كل ما بتحققي اكتر من هدف بتضربي في اكتر من مكان فبالتالي ده بيحقق لك البريليونت واللمع اللي احنا لسه شايفانها في مهرجان الدرام ولو هتتحقق بكرة بإذن الله ان انت بتعملي هدف سياحي وده هدف نبيل وقوي ومهم وكمان بتقولي انا عندي قوة نعمة وبتشجعيهم وبتدعميهم فبيخلق بينهم حالة المنافسة فانت يشوفي دربتي كام كورة مع بعض فلا القرار زكي وفنانينا كمان اسكية وهيرقوتوا الطعم وهيبقوا وجهة مشرفة وخليني اقولك يا دعاء ان احنا في بداية الحلقة كده لعبنا لعبة ظريفة قوية وسألنا الجمهور سؤال عن يمكن توقعاته او هيصوت لمين وبالمناسبة التصويت على موقع www.starscraperawards.com خليني اعلم معيك نفس اللعبة وسألك نفس الاسئلة اللي سألناها للجمهور في بداية الحلقة انت بتتوقعي بقى كناقضة من عين النقضة مين حيفوز بافضل مسلسل افضل نجم ونجمة طبعا ابطال يعني دور تاني ومؤلف ومخرج اعتقد انا عن نفسي لو انا البدي الجواز يعني هبقى متحمسة او المسلسل تحت الوصائل تحت الوصائل لجدية الموضوع والتزاقية الموضوع فيه اجماع عليها الحقيقة ان كل عناصر فيه مكتملة بشكل كبير اذا ان ده افضل مسلسل بالنسبالك نجمة او نجمة مونا زكي على طول ونجمة نجمة احنا السنة دي ما كانش عندنا يعني او احنا مصابين في شوية في الممثلين بتوعنا واضح ان البنات او الستات متميزين كده كده اشتر في كل حاجة اه شاطرين فانو مش لقي حد خلي اقولك كده كده اشتر اه مش لقي حد طب ففكريني غشلين طب يعني مثلا خليني اقول محمد رمضان ياسر جلال مثلا طيب دور تاني ايه اسر ياسين اسر ياسين ما كانش عندنا حاجة سنة دي بس عموما لا مش لقيه بصراحة حد عندنا فيه مشكلة فعلا في النجوم الذكور ان عندنا مشكلة ان كلهم بقوا مشوه بعض ودي نقطة لازم تتقلهم فاكرة ان كلنا بادي بلدن كلنا مننا بعضلات وكلنا ما بنهتمش بالورق قوي البنات بتهتم والله والولاد واسر ياسين عامل دور حلو في الكاتبة مية واحد والله بنهتم اه تصدق صح بنهتمك او لا مش عافتوا بركزين قوي على النجمات والبنات وكأننا ملناش شبوط في السيناء ويتحيزين طيب الدور تاني الدور تاني لا احنا استنادي كان عندنا الحقيقة كتير 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 أدوار تانية متميزة والله في عندنا محمد شهين من الأدوار المتميزة في عندنا لا حقيقة في أدوار كتير فنان محمد محمود من الناس المتميزين جدا او طبعا محمد محمود لا الحقيقة أن الأدوار التانية عندنا ايمان العاصي مثلا ايمان العاصي طبعا يسرى اللوزي بقى في مسلسل جميلة جميلة لا احنا عندنا الأدوار التانية كلها بصراحة احنا كتير يعني فيه غزارة كده في الأدوار التانية نفسي عندنا ده كمان في الأدوار الأولى يعني. طيب ايه السبب في التركيز على الأدوار التانية؟ واخد بالك أن الموضوع الأدوار التانية بدأوا يظهروا كنجوم يبقى فيه نجم في العمل بس انت مركز مع اللي بيقوم بالدور التانية آه زي هلا صدقي دور تاني في جعفر العمدة بس انا شايفان عمود أساسي من جعفر العمدة فبالتالي ليه لأن هو أولا بيبقى عنده حماس وعايز يثبت نفسه دي حاجة الحاجة التانية دايما النجم بيبوز الورق بس والله خالد النبوي في الإمام بس ما مش في الموضوع ده بتقولك بيبوز الورق بس خالد النبوي في الإمام مش عرفت توفقيني طبعا خالد النبوي في منطقة تانية خالص منطقة واحدة اه ده حقيقي ما ينفعش يتحطى أصلا اعتقد ما ينفعش يتحطى في المنافسة لأنه هو ده بقى اللي بيشتغل على الورق مش بيبوز الورق يعني خالد النبوي بياخد الورق يشتغل على دوره لكن النجوم التانيين بيبقى بيشتغل على ان هو يطلع نجم وبقى بيضرب ويبقى بيقتله فين الدراما مش مهم لكن خالد النبوي بيتدور على الدراما بدليل الفيديو اللي حشوفناه مثلا مع الواجه الجديد الغلوشي وقاعد يديله أداء اهو همه على ايه؟ اهمه على الدراما على العمل ككل فهي دي مشكلتنا في النجوم الذكور شوية هو عينه بتروح على النجومية إنه عايز يعمل كل حاجة وما فيش حد بيقدر يعمل كل حاجة فلا خرجناه في منطقة الواحدة خلص طيب السينما والتلفزيون بشكل عام من المجالات اللي دايما بتحتاج لي نقد دائما وتحتاج إلى تقييم باستمرار أنت حاسة بالمسؤولين أنتوا عليكم مسؤولية كنقاد فنيين خاصة في هذه المرحلة اللي بمر بها دلوقتي محتاجين ناس صدقة في كل المجالات صدقني مش بس في النقد لأن النقد لو مش صادق يبقى زي قلته النقد اللي هو بيقوله احنا محتاجين المصدقية محتاجين الضمير محتاجين الشغل اللي بجد في كل المجالات وفي كل حتة البلد محتاجة ده عشان تكمل النقدة بجد على المستوى الإنساني مش بس على مستوى أن ناس المسؤولين بيعملوا حاجات كويسة بس احنا الجمهور أو المواطن حاسناه بعيد لا أنا لو عندي بس المصدقية أنا كسبت في كل المجالات ما أعتقد أن المصدقية دي ممكن تيجي خلقة صداقة ما بين الناقد والفنان حقيقة حتى ولو المهم ده شغلي محدش يسألني فيه محدش يقولي طب قولي ما تقوليش طب زعلت طب نتقمصت كل الحسابات الشخصية أنت ممكن تقولي رأيك في فنان صديق ليك مثلا وما أجبكيش العمل بتاعه آه بحاول أقول ده وإذا مش هقدر أقول فيه حساسية أو فيه تحرق بسكت لكن لو تسألت لا بأقول مش لازم يكون النقد لازع يعني ممكن بناء زي ما بيقوله أنا ياريت نغير الكرو ياريت نغير اللوك ياريت نقول حاجة نلعب في منطقة مختلفة قلت اللي أنت عايزة تقولي أن ده مش حاله بس بشكل آخر أنا في الحقيقة سعيدة جدا جدا خليني يقولي الوجبة الدسمة من الدراما المصرية اللي كانت موجودة سواء في شهر رمضان أو خارج المنافسة الرمضانية لأن شفنا وزي ما تكلمنا محضراتكم في البداية عن اختلاف يمكن الوجبات اللي كانت بتقدم لنا من الأعمال الدرامية من أول التاريخية للكوميدي للدراما للأعمال اللي فعلا اجتماعية بتمس المشاكل اللي يمكن بتتعرض لها المرأة في المجتمع أو حتى الرجل في المجتمع في السنة دي احنا كان عندنا حاجة مختلفة كده وموسطين أنه مهرجان الدراما السنة دي هتعمل في العالمين عشان نشوف بقى رأي الجمهور في الأعمال دي كان عامل ازاي ويا ترك جمهور هيختار مين احنا موسطين قوي قوي بوجودك يا دعاء نقيدة دعاء حلمي نشكرك على وجودك معنا النهار ده ويمكن أغشش الجمهور يلا أن الناس تصوت لريفو بلتو كل النماذج الشابة الجديدة المحترمة اللي حقيقي يفرحوا القلب صوتوا للناس دي وحايدون محتاجين تشجيع أكتر من نجومنا الكبار مع احترامي النجومنا الكبار بس احنا فيه عندنا شباب طالعة زي الورد فيلم خمس جوالات اللي في السنة دلوقتي كل وجه جديدة قدم الشرقاوي نور النبوي شباب يفرحوا القلب كلهم طاطة كمان خشوا السنة للناس دي بالزبط عشان تدهم طاقة وتتشجعوهم عشان كمان المنتج أو الجهة اللي أنتجد الأعمال دي يعتمد عليهم كثيرة قوي على واطشت حيانس كثيرة ده حقيق نشكرك يا دعاء جدا شكرا على وجودك معي شكرا شرفتين شكرا جدا